الفكر هذا مهم جداً لأنه لما حصل تأمل وتدبر للكائنات وللإنسان كتبنا مراتب النفس وحاولنا أن نكون تحت سقف المعرفي لكتاب والسنة حتى اخترنا منها ألفاظ الكتاب والسنة وجدنا هذا الترقي وجدنا أن هناك لطائف هذه اللطائف تشتغل عند البشر كلهم نحن نسميها إيه بقى اللطائف دي موجودة عند الهنادكة عند البوزيين عند كذا موجود هتشتغل في الخلوة ستنتج هذه الخلوة لك أسرار ونريد أن هذه الأسرار يعني تكون منضبطة بالكتاب والسنة فيجي يحط لك قعدة ويقول لك ملتفت لا يصل اوعى تشغل نفسك بالأسرار ولا بالأنوار اعبد الرب القهار لا تشغل نفسك بأسرار ولا وكل من كشف لك شيء من الأسرار اجعله في التعلم بالأدب مع الله كيف تكون مؤدما مع الله ولذلك ملتفت لا يصل ورحوا عملوا قواعد ومنهم الشيخ الزروق عمل القواعد الزروقية منهم الشيخ ابن عطاء الله عمل الحكم العطائية منهم في التخلية والتحلية الغزاء ليعمل إحياء علم الدين قسم العبادات والمعاملات وقسم المهلكات والمنجيات قضية كلها فيها اعتماد على الكتاب والسنة واستفادة من التجارب البشرية فيقول لك اللطائف خمسة القلب والروح والخفي والسر والخفي والأخفى ايه الخمسة دول دي أماكن موجودة طب عمل ايه فيها طب ايه مقتضياتها ام يكتب لك التجربة بتاعته مع الله والغريب انك تجد نفس التجربة عندك فيقول الامام السويطي وهذا دليل انها حق طيب حصلت لك وانت ما عندكش خبر بالحكاية دي وما عندكش شيخ مرشد فجربوا ده فوجدوا انه من الممكن ان عدم المعلومية دي من الممكن انه يجعلك تضطرب طب اذا كان الذكر اصلا معمول للاطمئنان الاب ذكر الله تطمئن القلوب يبقى عندما يوصل الذكر الى عدم الاطمئنان يبقى فيه شيء غلط ايه هو الشيء الغلط انك نظرت بعين واحدة هو بقى مش مصدق هذا انك لم تتخذ منهاج النبيه منهج المفتوح انك لم تقف عند حياة النبي بل وقفت عند عصر النبي انك وقفت عند النص وليس عند فهم اهل الله للنص لم تفرق ما بين كتاب الله المصدور والمنظور فاعتمدت على واحد وتركت الثاني وانكرته ووجدت صراعا مقيتا ما بين الكتابين وهما من عند الله وحقائقهما لا تختلف شيء رهيب جدا لو جلسنا نتكلم فيه حتى الصباح في مفاتيح عند السالكين اعتمدوا عليها وعاشوا فيها والسالكون دول هو الشفعي والفضل ابن عياض وعبد القدر الجلاني والغزالي وامثال هؤلاء عبر القرون قدر جدا و قدر جدا ونوز